كما أكد شكري أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس وأشار إلى أن النزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطور إيجابي بل هو استمرار لمخالفة القانون الدولي الإنساني إن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس وأن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني لقد أعلن المفاوض السامي لحقوق الإنسان أن كل من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب ألم يحن للمجتمع الدولي أيضا أن يسمي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسؤوليته